موسيقى الليكسسوارات بالرغم من اسمها يبدو ان هي ايه شيء مكمل الا ان الحقيقة ان هي شيء اساسي للبس وزينة اي واحدة فينا تحب ان هي تتزين بالليكسسوارات واكيد احنا كبنات بنحب الليكسسوارات بنستخدمها في حياتنا بشكل يومي عشان كده معنا النهاردة واحدة من المميزات في تصميم الاكسسوارات بيري اهلا وسهلا بيك اهلا حاببتي منورانا رسي جدا لك شكرا طبعا انت شغلك جميل ومميز عايزة الاول ابدأ معاك كده واعرف انت بدأتي من كم سنة في الشغل في الاكسسوارات انا النهاردة فعليا خمس سنوات خمس سنوات ابتديت في شغل الاكسسوري ديزاينر اكسسوري ابتديت من الاول خالص انا بحب اصلا الاكسسوري والحجارة والحاجات اللي هي بتكمل شياكة الست فابتديت بحاجات بسيطة وبعدين الحمد لله اتطورت فيها لوحد دي من غير اي مساعدات خارجية برافو عليك انت بقى ايه بتعملي الشغل ده هند ميد شغل ايد انت اللي بتصناعي بنفس كل الشغل بتاعك من ايه تزيد من اول قطعة لاخر قطعة احنا بنعمل الشغل ده فكرة يعني كل كله احنا بنعمله فكرة هو مش ديزاين بس بيتحط كاكسسوري بس للست لا هو كل حاجة لها قطعة بتبقى القطعة دي فكرة سي مثلا احنا لو حبينا نحط حاجة حجر فكل حاجة بتبقى ليها طاقتها اللي بتزبط موضي الست يعني مثلا الست بتبقى دايما محتاجة ان هي تبقى شيكة لبسها فالحاجات اللي بتكمل شياكة الست هي الاكسسوري الاحجار بقى انت جبت سيرت موضوع الاحجار وده موضوع مهم جدا ان الاحجار فعلا الطاقة بتاعتها بتأثر علينا لما نلبسها صح؟ طبعا طبعا اولا الاحجار هي بتدي بوست في انرجي عالي جدا دايما الحجار بيشتغل على خلايا مخ بيخلي الموت بتاع الانسان موت كويس كل حجر بيشتغل يعني فيه سيح حاجات كتيرة من الاحجار بتشتغل على مماطق معينة في جسم الانسان اما بالنسبة للحجارة اللي احنا بنشتغل بيها دي بتبقى احجارة طبيعية كلها ببقى هاش حاجة صناعية خالص احنا بتدينا نطورها باشكال جديدة حبينا ندخل عليها اكسسوري بندخل نحاس بندخل استانس بندخل اشكال جديدة بافكار جديدة بعبارات جديدة تشجيعية كل حاجة بتواكب الوقت اللي احنا بنعدي فيه طبعا باختلاف السوشيال ميديا اللي احنا بقنا موجودين فيها والتطور اللي حاصل احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل كل فكرة احنا حابين نوصلها لكل ستة او لكل بنت بطريقة معينة هي بتحبها طب قولنا بقى مثلا الاحجار يعني انت شغالة باحجار اسميهم والوانهم متعددة كل حجر منهم بيعمل ايه؟ في عندنا احجار عندنا العقيق اولا الاحجار كتير جدا احنا اكتر حاجة بنشتغل بها اللي بتبقى متاحة عندنا هنا موجودة في مصر بيبقى موجود العقيق بيبقى موجود المرجان بيبقى موجود الحجر كسر الحجر بيبقى موجود الفيروز الصدف الحاجات دي كلها بتدي بوستيف انياريشي في حاجات بتشتغل على خلايا الموخ بتزبط مود الجسم وفي حاجات بتشتغل على الالام اللي موجودة في الجسم حلو قوي يعني شكل وعلاج احنا هنا شايفين في الشاشة مجموعة من الاكسسورات برضو المختلفة اللي انتي عاملها اكسسورات انتي عاملها مثلا طبعا قليهات اساور طبعا احنا بيبقى الفرايتي عندنا طبعا الفرايتي عندنا كتيرة بتبقى في حاجات مصنعة وفي حاجات احنا بنشتغلها بادينا في كل حتة بيبقى موجود كل قطعة احنا بنشتغلها بتبقى القطعة دي بتتعمل مرة واحدة بس مش بتتكر حلو بتحبي التميز طبعا عشان ده هميد يعني الكلاين بتاعتنا بتبقى ليها حق ان هي تلبس الحاجة الوحدة حدش يلبسها تاي قليلي بقى مثلا انت تكلمت دلوقتي على الاحجار اللي بتزبط المود والمزاج دي حاجة مهمة جدا في الفترة دي تلاقي ايه كل واحد زهقان عنده اكتئاب مخنوق ايه الاحجار المفضلة اللي يلبسها بقى بوسي هو الاماتاست عمدا الاماتاست والعقيق وكمان عندنا روس كورتس تلات احجار دول مميزين جدا بجانب ان انا لازم اما بقى لبس الحجر ابقى انا مقتنعة انه هيديني بوسي في نيرش لو انا ما لبستوش وانا عندي القناعة ان ده حاجة كويسة هتفدني مش هيقصدر معين دي بتعتمد على طاقتك انت ايه انا حب الحاجة فانا بالنسبالي الحاجة دي اما بلبسها هي بتمدني بالطاقة بس تو احنا خلال الفترة اللي فاتت دي الميديا طبعا باختلاف السوشيال ميديا والبرامج الموجودة حبينا نحط حاجات تشجيعية ايه لان احنا شفنا ان الفترة دي ان الستات كلهم والبنات محتاجين بوسي في نيرش فحبينا نحط عبارات جديدة العبارات دي مميزة بتدي طاقة ايجابية بالاضافة الحجر يعني مثلا سي كليلي هناك ده حط عليه كلمة انت قدها انت فعلا قد نجاحك قد تطورك انا اصلا عجبني الجمل اللي انت كتباها فاقولي بقى للمشاهدين من اول بقى هنا اه احنا عندنا سوبر حلوة سوبر حلوة دي لذيذة اوي ده عقيق وصدف اوكي انت قدها انت فعلا قدها ده تحت ده انا ده مكتب في الكلور شعبي اه معينا اليد دي الهاند دي ده في الكلور مصر او واللي تحتيها لانك تستحق ان انت لان حلمك يستحق دي برضو حلوة اوي ده عقيق ودخله حجر والفواصل اللي ما بينها ديه مطايت اوكي اللي فوق ده كله من ايته زد ده مرجان وعقيق والدلاية بتاعته زرق فيه تحت الافريكان دي حلوة اوي ده خشب واحنا شغالين عليه اه مكتوب عليها حبي نفسك ده عقيق مع خشب تحت الحاجات الفراوني اللي موجودة هنا عندنا كمان الكلية الاخير ده ده صدف ومعها فيروز ومعها عقيق ده الأخير ده برضو عليها عبارة تشجيعية والأخير خالص يعني ده اللاية الأخيرة دي ده اللاية صدف لا الافكار الحقيقة جميلة جدا انا عايزاك يا تدس برضو نصايح كده للبنات لما تسيجي تختار كليه او اكسسوار ازاي يكون مناسب للبس بتاعتها او للمكان اللي هي رايحها بوسي هقولك يا حجر احنا عندنا الثقافة بتاعتنا محتاجة ثقافة تشجيعية بمعنى ان الناس كلها بتخاف تلبس ألوان معينة فبتبقى دايما معتمدة ان اللون يبقى واحد وده غلط انا لو لابسة لون على حسب المكان اللي انا رايحها لو كاجول او سمي كاجول او فورمل فانا بختار قطع اللي انا هلبسها لازم تكسر لون ما ينفعش مفيش حاجة اسمها لون ما بيليقش على لون لا الكلام ده مش مسموح الألوان كلها بتليق على بعضها بس بتنسيق معين ازاي بقى يعني مثلا سيه لو انا لابسة مثلا طاقم جري ما ينفعش احط اكسيسريس جري او اسود انا كده قفلت الطاقم لأ انا ممكن احط فرايتي عشان اقدر اغير لون طرحة لون شوز ممكن احط انبيتي ممكن احط اورنج ممكن احط اغدر ممكن احط زيتي اي لون من دول ده لون هيليق عليه بل بالعكس هو هيغير السماء خالص بتاعت الطاقم اللي البنت لابسيه فالناس بتخاف من الالوان بل بالعكس الالوان فحد ذاتها هي يعني الاكسيسري هو اللي بيعمل الطاقم مش الطاقم اللي بيعمل الاكسيسري لو انا لابسة قطعة مميزة اكتر حاجة بتتشافي الاكسيسري هي والطرحة فلازم كل حد يجي يختار الاكسيسري بتاعته يختارها بعناية نزول الصفح بيبقى حاجات سمبل بسيطة ممكن نحط فيها حاجة حجر بسيطة نزول بعد الدهر لو حاجة فورمل بتبقى محتاجة عايزين حاجة اساسية بيزيكس اساسي وبيبقى حواليه لو سي مثلا الكلايم مش حابة نكون في حجر ممكن ناخد حاجات معدن شبه مثلا الكليل اللي انا لابسي ده عشان انا لابسة الوان كتير فما ينفعش حط كمان حاجة حجر فحطينا حاجة معدن وقفلنا باللوجو ده انت ده انت قلت بقى ان انت اسكندرانية صح؟ اسكندرانية اه فكاد بقى ايه بقى؟ اسكندرانية وديل ثمك اه جميل ده ده برضو سمى من الحاجات اللي موجودة اما بالنسبة للهان للإيد يعني لو انا نزلة الصبح ما بتبقاش محتاجة حاجات كتير لو نزلة بعد الدهر محتاجة اتنين أساسيين ممكن دلوقتي نازل الحاجات الجديدة اللي هي العقل ممكن نحط بقى فرايتي كزا انصيال كزا اسورة الحاجات دي طلعة تريند جدا اه وفي نفس الوقت بتدي شيك للبسة طيب انت برضو قلتي حاجة حلوة انه مثلا كل واحدة بالاكسسوار تقدر ان هي تغير من شكل طاقمة بتاها وتلبسه كزا مرة لو هي عندها طاقمة مثلا لون سيدة مثلا اسود زي ما قلنا جري ابيض هو لون سيدة اقدر احط بقى كل مرة الكوليي والاشارب والشنطة والجزمة مثلا لون مرة احمر مرة اسود مرة اغير عليه عشرة اومة يعني طاقمة واحد انا ممكن باختلاف الطاقمة ده ألبس عليه طرحة مختلفة اكسسرز مختلفة شنطة شوز مختلفة الطاقمة تغير تماما هو بيعتمد على لون الطاقمة انا هقدر احط عليه طرحة ايه لو انا الطاقمة سيدة ممكن احط حاجة من فوق ري او مشجر وحط اكسسرز مثلا فالج كبيرة لو الطاقمة مثلا فورمل فانا ببقى محتاجة حاجة بسيطة تناسب للطاقم اللي انا لابسه لكن الفرايتي بتاعت ان انا اشكل الطاقم ده دي حاجة كبيرة جدا ممكن طاقم واحد احنا نحط عليه عشر كليهات ونغير الفرايتي بتاعت الطرحة والشوز صح كده طيب انا برضو عايزة انتي اكلم بقى معاكي في حاجة ان لو واحدة عندها هواية ازاي ان هي تحول الهواية بتاعتها دي لبيزنس او لشغل بس انا هقولك على حاجة الفترة اللي احنا فيها دي انا شايفة من البنات اللي موجودة للفترة دي افتقدت شغل الهان ميد بقت كل اتجاهها للسوشيال ميديا بس اللي هي قاعدة طول النهارة على تابلت بس مع ان هي لو فكرت بتفكير بس بس ان هي تبتدي مشروع صغير او تبتدي حاجة هي حبها اولا بتطلع فيها طاقة كبيرة ثانيا هي بتبتدي بفكر تاني هي بتوصل لفكر معين بتوصل لمرحلة نطج معينة احسن من هي تبقى عادة طول النهارة على التابلت او على الموبايل فلازم كل ست تحاول تشوف هي شطرة في ايه او عندها موهبة في ايه وتحاول تنميها احنا بالنسبة لنا الهان ميد احنا فيه بنات كتيرة بتبقى بدأ الموضوع من هي صغيرة بتبتدي تتدرب حب حبها وتبتدي تعرض شغلها دلوقتي طبعا مجالة البزارات والمعارض تشار جدا ممكن تنزل تعرض شغلها على النيت او تنزل في معرض تعرضه للجمهور وده بيساعدها جدا ان هي اولا بتعتمد على نفسها ثانيا بيبقى عندها بيزنس خاص بيها ثالثا بتبتدي الحياة العملية بدري بتبقى مسؤولة ان هي صاحبة براند او صاحبة حاجة ده في حد ذاته بيديها ثقة بنفسها وبيخليها تقدر ان هي تواكب حياتها بنطج كبير طيب احنا هينزل دلوقتي على الشاشة الريديوهات بتاعت الشغل بتاعك العملاء ازاي ان هم بيعلقولك يعني بتتبصي بقى من التعليقات الايجابية دي بتحكي انت فهلا عملتي طبعا انا عملائي مش عملائي دول صحابي احنا بنتجمع على طول في كل بزار اسرة واحدة احنا بنيجي عشان خطر احنا بنحب بعض كل عميلة عندي هي صاحبتي تجمعيتنا دي مش مش شرط عشان خطر بس شيرة مثلا قطعة او حاجة لأ احنا بنتجمع عشان احنا صحاب فدي في حد ذاتها دي بتخلق جو كبير جدا بنعمل عيلة كبيرة بتعمل صدقات كبيرة بتدينا فرايتي كتيرة ان احنا ندخل المجال العملي بصورة اوسع طيب وبرضو احنا عايزين نحط الصفحة التواصل بتاعك انت اونلاين كمان طبعا بتعملي اردارات اونلاين برضو اه طبعا على الصفحة بتاعت اسمها ايه باري باري اكسيسري وفي واحدة كمان اه ادينا بقى ايه نصيحة في الاخر نصيحة لكل بنت هي بتختار الاكسيسورات تختارها ازاي والنصيحة زي ما قلنا لكل بنت عايزة ان هي تعمل بيزنس او شغل لهانجميت تعمل ايه اولا قبل اي نصيحة هي لازم تبقى مقتنعة بنفسها يبقى تباية عندها ثقة بنفسها ان هي هتختار حاجة هي حبها لو هي حبتها الناس هتحبها فهي لازم تبقى حبها نفسها قوي عشان تختار القطعة بحب وتبقى وثقة في نفسها جدا دي اول حاجة الحاجة التانية وهي بتختار الاكسيسوري بتاعتها اولا بتعتمد على الشيب بتاعها ثانيا بتعتمد على نوع لبسها اذا كان فورمل ولا كاجول او سني كاجول ثلاثا على الوقت اللي بتنزل فيه كل الحاجات دي لازم نقودها في الاعتبار اما بالنسبة لو حد حبيب يبتدي مشروع طبعا انا بقيد الكلام ده جدا احنا الاجانب اما بتيجي تشوف الشغل ده وإحنا في البزارات بتبقى فرحانة جدا بينا حاجات دي اصلا يعني مفيش اي حد بيعرف يعمل الشغل ده مصريين متخصصين جدا في الحتة دي فإبهار او انبهار الاجنابي اما بيجي يبص علينا على الشغل بتاعنا وعلى الديزايم بتاعنا بقى مينا بيوصلنا المرحلة ان احنا الحمد لله لسه الغيط النهاردة احنا متميزين فهي لازم تبتدي من دلوقتي حتى لو سنها صغيرة لازم تعتمد على نفسها ولازم تشوف اللي هي حبة وتلجأ بقى لحد مثلا يكون بقى له فترة في المجال وتاخد منه مشهورة طب اخر بقى سؤال هل الاكسسوارات بتتغير بتغير الفصول يعني مفروض دي يبقى عندي الاكسسوارات للشيطة ستايل الصيف كده طبعا الحاجات الصيفي دي بتبقى لايت اكترها قواقع بحرية اكترها حاجات الوان الفصولية طبعا وخصوصا كمان ان التوركي دلوقتي الحاجات التوركي والحاجات المصري بتنزل بألوان الفرايتي بقت اكتر في الألوان فصيف بيعتمد على الألوان حتى كمان الشتة الشتة بيبقى اغلبه احجار بيبقى فصل الشتة اغلبه احجار بس دلوقتي احنا بتدينا ندخل مع الحجر حاجات سمي كاجو للناس اللي ما بتلبس الفورمال بتدينا نعمل ليارات لو لابسك وليه حجر ممكن تحط حاجات جرامات في ايه تغير الشكل بحيث ان هي تقدر تلبسه على اي طاقة انا بشكرك جدا ونورتين يا حبيب شكرا لك وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك